وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولاً لتفاهم رئيس مكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة وتوافقنا على أن ده أمر مش مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط لا ده خطر جداً على القضية في حد ذاتها لأن ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين وهذا أمر أيضاً توفقنا عليه على أنه هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التدعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة دي في خمس جولات من الصراع خلال العشرين سنة اللي فاتوا غياب الأمل حالة الإحباط اليأس ده كل دي كانت عبارة عن أسباب قدت إلى الاختتالي اللي احنا بنشوفه بشكلها وبآخر فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم على أراضيهم يبقى مش معقول أن هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على أراضيهم دي نقطة ترجمة نانسي قنقر